صح الرد المناسب أيضا هو الرد الواقعي الاقتصادي ملدي ينهار عندنا احتياط يصرف 60 مليار دولار سنة نهار قريبا يبدو 60 مليار دولار عندنا نسبة نمو وصلت 4% يبدو أننا سنة نهار فعلا الأفامي اللي يكره الأنظمة ويكره الشعوب ويحوس على مصلحته الخاصة يقول الاقتصاد الجزائري تعافى بعد كورونا فعلا سنة نهار صادرات خارج المحروقات 7 مليار دولار فعلا سنة نهار قريبا عندنا صور نطراك البارح تتحدث على اكتشافات جديدة واستثمار يصل إلى 30 مليار دولار في عام واحد سنة نهار فعلا قريبا جدا سنة نهار وعندنا أيضا غاز جعل مسؤولين انتاك زافي دريانكور تباعا يأتونا إلى الجزائر وزير داخلية حل مشكلة التأشيرة في 24 ساعة الرئيس الفرنسي كان هنا أيضا وكان هناك عدة مسؤولين رئيس الحكومة أيضا جاءت وقعة اتفاقيات سنة نهار فعلا عندنا طلب رسمي إلى البريكس اللي فيها قوى عالمية كبيرة تنافس السبعة الكبار في العالم اللي قدم طلب رسمي للبريكس سينهار قريبا جدا فعلا سننهار إذا كان هذا هو الانهيار فسننهار فعلا فمسألة الفهم الفرنسي لقضية الانهيار يبدو بأنها تحتاج إلى إعادة شرح بعد الفاصل سوف نتحدث عن تصريحات السفير الفرنسي لماذا وكيف يمكن استعابها في هذا التوقيت بالذات ولكن دعونا نذهب إلى فاصل لمشاهدين الأعزاء ونعود بعدها يبقوا معنا اشتركوا في القناة